ازيك حبيبي عاملين ايه والنهار ده هنتكلم عن ملخص لأحداث حلقة 26 من مسلسل ولاد بديعة والحلقة بتبدأ بشهين اللي بيلاقي كارت مكتوب علي ألف ومبروك ياسين الدباغ بعت له كارت وقال له ألف ومبروك فيه وشهين كان متدايق وجات زوجته غالية وأخدته بينما بعد كده مختار قاعد بيتكلم كالعادة في الفيديو وبيقول كمان عن أخوه شهين وازاي كان فرحه جميله في كل حاجة وما كانش فيه تبزير وفيه فرق طبعا بين التبزير وبين الكرم فادل يتكلم وياسين سمع وكان شايف الفيديو بتاعه ومتدايق جدا وكسر كمان صورة زوجته أم مسلين بينما بتروح سكر من الفرح وبتلاقي مستنيها أبو الهول أول ما دخلت البيت نزل عليها ضرب واشتيمة فادل يضرف فيها وتقول له سبني أبعد عني حفرج عليك الناس لكن فادل يضرف فيها كانت خايفة جدا منه عورها وكانت بتصرخ تحت إيده كان جاء علشان خاطر ينتقل عارف إن أكيد إن هي اللي ورا موضوع قتله إن هي اللي كانت عايزة تقتله وكمان قتلت أخوه جراعي علشان كده هيعمل حيلة علشان يكشف كل حاجة الشيخ نزير قهد بيتكلم عن الشيوخ اللي طرعين موضر يومين دولي وكان قصده على مختار وواحد من الأولاد اللي كانوا قاعدين دفع عن الشيخ مختار بينما بعد كده سكر بتكون نايمة وبيفوقها جزهة أبو الهولو بيقول لها تعالي أنا محضر لك الفطار ويدالها الشاي فاللي تشرب الشاي هو بيتكلم معاه وبيقول لها إن الحادثة بتاعته ما كانتش حادثة عادية وإن أكيد حد كان قصد إن هو يقتله ويقتل أخوه وإن هو عايز يعرف مين الحاد ده قال لها كمان إن السم موجود في الشاي وإن دي خلطة مكسيكية وإن المصل معاه بشرط لو اعترفت وقالت كل حاجة هيديها المصل ودلوقتي هتحس بألم في معدتها وكمان هتموت في أي لحظة سكر كانت مرعوبة ويدالها ساعة وقالها ساعة وحتموتي كانت خايفة جدا شاهين كان نايم لسه في البيت وبيتصل به نظمي ويقول له إن فيه مصيبة في الدباغة فراع على طول ونظمي قال إن فيه مواد تحطت على الجلود بهدلتها خالص شاهين فتح الكاميرات وشاف إن اللي عمل كده جمعة فحب إن هو يجيبه ويشوف مين اللي قاله يعمل ده سكر كانت خايفة جدا وراحت وتحايلت على أبو الهول علشان خاطر يديها المصل وقالت له كمان إن اللي عمل كده وإن قتل دراعي أنا وياسين قال لها لازم تتصل بياسين فكلمة ياسين وقالت له إن هو لازم يجيلها دلوقتي وبعد كده بعطت له أموجي على الوطس من غير طبعا ما يشوفها أبو الهول معناها إن إحنا نموت أبو الهول أول وأبو الهول موجود هنا يعني حابت إن هي تبعين له دا وتكشف له دا قال لها أنا جاي دلوقتي ياسين كلم من معالم شوال علشان خاطر ينقذ سكر من أبو الهول وكلمه قال له إنزل دلوقتي قال له عرفت مني إن أنا موجود هنا قال له أنا باعت وراك ناس بيرقبوك علشان كده قال لي سكر إن هو ما كتش عايز يقتلها ولا حاجة وإن أصلا اللي أخذت دي مجرد أعشاب مفيش فيها أي مشكلة يعني ونضحك عليها وعايز فلوسه شاهين بيروح لجمعة لكن جمعة بيسيب البيت وبيمشي راح ومسكه وقال له اعترف مني اللي خلاك تعمل كده قال له إن هاديل وراح لمختار وقال له إن هو جاب كل حاجة في راس هاديل وقال إن هاديل هي اللي خلته يروح ويبوز الجلود بتاعة شاهين وما جابش سيرة مختار وطلب فلوس سكر بتدي لي أبو الهول حقه في الفلوس وفي الدهب بتدي له شنطة بعد كده بيستأزن وبيمشي كان رايح للمعالم شوال لكن هنشوف دلوقتي إزاي هتقدر أنها يتوضر بي شاهين راح يتكلم مع هاديل وكان متغاز منها جدا قال لها إنك لازم تعوزي لكل اللي حصل ده لكن اتفاجئ بمختار مختار جي دفع عن هاديل وقال إن هي مراته وإن هم خلاص متجوزين وقال أنا هتفع لك تعويض اللي انت عايزه لكن شاهين رفض إنه وياخد تعويض عزة وأبو رياض بيتكلموا في موضوع الموزع اللي مش راضي إنه وياخد المواد بتاعتهم بينما شاهين بيتفوض مع هاديل علشان خاطر تخلي الدباغة بتاعتها تشتغله يوم وهي يوم فقالت له مش عشتغل طبعا شغيلة عندك رفضت مش عطور شاهين وقال ده اللي عندي راح وراه مختار وحلف له إنه ما عملش حاجة وإنه هو عايز يحمي زوجته هاديل وقال له كمان إن أنا حخليها أتوقع على العقل وزي ما انت عايز يعني عايز تاخد الدباغة يوم وهي يوم اللي انت عايزه راح بعد جدا مختار اعترف لهديل بحبه لما سألته لي بتعمل معايا كده قال لها أنا بحبك من زمان من ساعة ما كنت معي يحيا ومنوحنا صغيرين كمان فكروا لده علي وسبها ومشي بس شكله ممكن يكون بيجزب عليها سكر وياسين قرار التخلص من أبو الهول راح وراه بالعربية وكان معهم قنابل سكر رادهت عليه وقاردت لمسيدي عندي رامت على طول الكمبيلة عليه كانوا مستنيين بالشكل ده الكمبيلة بالفعل فجرت العربية بتاعت أبو الهول أبو الهول مات فعلا المراضي فعلا بجد وتأكده كمان من كده لأن بعد ما مات راحوا ويشالوا بسيته وراحوا علشان خاطر يدفنوا وطبعا سكر كانت مبسوطة أنها خلصت منه نهائي لأنه كان عمل لها رعب أبو يوسف بيتكلم مع شاهين ورامس ومشروع جديد من المشاريع بتاعة الأعمال الخيرية وعايز شاهين يكون معاهم في الموضوع ده وبيتكلم إزاي هو بدأ حياته وبيتكلم عن الملوك اللي موجودين في الزوق الولد كان موجود مع الشيخ نازين راح لمختار وحذره أن الشيخ نازين بيش بيحبه وأنه بيتكلم عليه بشكل مش كويس في المسجد قدام الناس شاهين هنا قاعد مع رامس عادي وقاعدين بيتكلموا مع أبو يوسف علشان خاطر الأعمال اللي هيعملوها مع بعض أعمال خيرية بينها بعد كده منلاقي أن ياسين بيروح هو سكر علشان خاطر يدفنوا أبو الهول كانت بيتفكر دايما أن أبو الهول كان بيقول لها ترقصي على قبري شغلت أغنية فاحة ريحة البارود ونزلت رأسي بالشكل ده وزي المجنونة وطبعا أخوها ياسين كم نستغرب وبعد ما رأصت جات فضلت تبكي على موت أبو الهول وبتخلص الحلقة على كده ده كان ملخص سريع لأحداث حال 16 من مسلسل ولاد بديعة هاشتركوا في القناة باي باي جزب رأساة حال 16 وطبعا أخوها يساقل تبكي